كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن وجود ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف عراقية عيشون في العشوائيات بما يعادل ثلاثة عشر بالمئة من مجموع السكان وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهندوي إن الإحصاءات ظارت وجود ثلاثة ألاف وسبعمائة عشوائية منتشرة في عموم البلاد عدانينوى وصلاح الدين ولنبارة التي لم تتحض الظروف لإجراء إحصاءات فيها وأوضح هندوي أن بغداد المركز الأول بمعدل ألف عشوائية تليها البصرة بنحو سبعمائة عشوائية وضافان العشوائيات في العراق تمثل ملفا شائكا وضاغطا على عمليات التنمية لفتا معارضة عدد من النواب لخطة طرحت من أجل حلها